طيب من الأجزاء اللي قالها السيسي النهاردة برضو اتكلم على ان احنا عدينا مع بعض عقبات وعملنا إنجازات كبيرة جدا في العشر سنين اللي فاتوا تعالوا نشوف قال لي لازم نعيد الكلام اللي قاله أقول لكم بكل صدق أننا تجاوزنا معا على مدار عقد كامل أزمات وتحديات بعزائم لا تلين وإرادة على النجاح ولم تعق إرادتنا التحديات يعني الحمد لله احنا نجحنا الحمد لله بقالنا عشر سنين بننجح لما قال الكلمة دي ما كانش ينفع عديها ما كانش ينفع أسمعها وقول أمين ليه لأننا مش شغال في حظيرة الانتاج الإعلامي هناك هيطلعوا أو طلعوا خلاص بقالهم 3-4 ساعات كلهم بينفقوه ويقولوله على طريق سعيد صالح في مدرسة المشاغبين ايه بتقول ايه عظم على عظم يا ست فأنت واخد بالك ده اللي بيحصل هناك ده اللي بيحصل على مواقع التواصل الاجتماعي أنا قلت لك أنا معاش عارف أعمل ده ليه لأن ده كدب ما يتسكيتش عليه أو خليني ما أقولش برضو حكم ما تيجو أشيل الأحكام النهاردة خالص واسيب لكم تلحكم الراجل بيقول ايه تجاوزنا على مدار عقد كامل أزمات وتحديات بعزائم لتالين وإرادة على النجاح ولم تعق إراداتنا التحديات يعني احنا عملنا كل حاجة حلوة وعملنا إنجازات رهيبة جدا وتجاوزنا كل حاجة ما هو الكلام ده معناه أنه راجل ناجح جدا مش كده الراجل بيقول تجاوزنا العقبات فمعنى كده أن احنا دلوقتي في وضع أحسن لأن احنا عدينا بكل الأزمات دي طيب لغة الأرقام لا تجذب مش كده تعالوا نشوف أخبار مصر مع عبد الفتاح السيسي في عشر سنين ايه ودي أرقام رسمية نشوف مع بعض كشف حساب السيسي في عشر سنوات طيب نمسك واحدة واحدة سعر الجنيه أمام الدولار في 2013 كان سبعة جنيه في 2023 تجاوز حاجز التلاتين جنيه حجم الديون الخارجية 2013 تلاتة واربعين مليار دولار في 2023 مية سبعة وخمسين وتمانية من عشرة مليار دولار مش عايز أقولك الفرقات دي إيه انت شايف مؤشر جودة الحياة في 2013 قبل ما الراجل ده يمسك البلد بانقلاب عسكري كنا في المركز 64 الحمد لله على إيده تراجعنا تسع مراكز أو كده عشرة حداشر مركز عفوا وبينا في المركز 75 فالحمد لله كل سنة كان بيرجعنا مركز ودنا في الآخر مركز كمان من عنده في 2023 بقينا في المركز 75 طيب في مؤشر مدركات الفساد كنا في المركز 114 عندما أتانا السيسي فأصبحنا الحمد لله بفضل السيسي وبفضل هو بيقول ربنا اللي عمل كده لكن خلينا نقول السيسي بقينا في المركز 130 جميل نسبة الفقر في مصر كانت 26.5% ده الرقم الرسمي دلوقتي الرقم الرسمي 29.7% لكن رقم الستين في المية قالوا البنك الدولي قالتوا فينانشل تايمز أن ستين في المية من المصريين إما فقراء أو على حافة الفقر نشوف أرقام كمان لأن لسه معنا أرقام في كشف حساب السيسي مؤشر السعادة العالمي الآن بعد أن تجاوز التحديات وتجاوز العقبات ونجح نجاحا منقطع النظير هذا الرجل عبد الفتاح السيسي بقينا كام يا جماعة في المركز 129 عالميا طب مؤشر الحرية الإنسانية العالمي بقينا في المركز الكام مع عبد الفتاح السيسي في المركز 161 الأمن الصحي العالمي الصحة اللي هي مهمة قوي من حقوق الإنسان 153 عالميا طب جودة التعليم بقينا كام 153 عالميا الله ده متفق على الصحة والتعليم مع بعض في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بقينا في المركز 77 عالميا و 25% من المصريين بيعانوا من الاكتئاب عايز اقف شوية عند السطر الاخير ده الراجل ده اللي نظرته كلها حنية الراجل ده اللي بيضعك صوب عينيه وان جودة حياتك هي هدف لا يمكن ان يحيد عنه عبدالفتاح السيسي كما قال ربع الشعب المصري عندهم امراض نفسية واكتئاب بفضل سيادته عايز ايه اكتر من كده جودة حياة بطلوا فترة بقى يا اخي بطلوا فترة يعني حرم عليكم فخامة الرئيس ما بينامش فخامة الرئيس النهاردة طالع بيزودك فرخة وكيلو لحمة وطبق بيض وعمل شغل جامل جدا وبيضعك صوب عينيه وانت في الاخر ربع الشعب المصري عنده اكتئاب طب انتو مكتئبين من ايه اكيد اكيد انا يعني اكاد اجزم ان انتو مكتئبين لان انتو بتخلفوا كتير لان انتو مش حاسين بالتضحية اللي بيعملها عب فتاح الراجل بيضحي بكل حاجة بيعمل اصول رئاسية وعاصمة ادارية وبيشتري طائرات رئاسية وحاجة جميلة ومشغل ابنه في المخابرات وابنه التاني مش عارف في الرقابة الادارية وحاجة اخر جمال يعني لكن انتو مش عاجبكوا اي حاجة الشعب المصري ده شعب غريب جدا حقيقة مش قادر يقدر كل الانجازات اللي احنا استعرضناها مع حضرتكم